ولتسليط الضوء أكثر على آخر المسجدات السياسية وحرك الكتل للخروج من الأزمة الرهنة. معنا من بغداد عميدو. كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية. الدكتور خارد عبدالإله. والخبير القانوني فيسر ريكان. ومن أربيل الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود. أهلا بكم جميعا. شكرا لكم حضوركم في مساء العراق هذه الليلة. أبدأ معك دكتور خارد عبدالإله. كيف يتجه برأيك سيناريو الخروج من الأزمة بعد ما قاله القضاء؟ هل ستنجح مهمة العامري هذه المرة مثلا؟ هل تغيرت الظروف إلى حد ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير لك. أسأل محمد. والعضيفيك العزيزين الكريمين. والجميع مشاهدي قناة عراق. وشكرا لهذه الإصدافة. بالتأكيد نحن وصلنا إلى مرحلة. هذه المرحلة تستلزم أن يكون بشكل جدي وحقيقي حوار وتفاهم. وجلوس إلى طاولة. هذه الطاولة يتم مناقشة كل ما يتعلق بالسلبيات المشهد والعملية السياسية العراقية منذ 2003 ولحد هذه اللحظة. بالطريقة التي يمكن من خلالها أن تحقق نوع من الاستقرار السياسي للاستعداد للمرحلة القادمة. التي هناك إجمع فيها الذهاب نحو إجراء انتخابات مبكرة. ولكن وفق محددات ووفق آليات. يجب أن يكون هناك اتفاق عليها. اليوم مجلس القضاء على حسم الأمر. لأن عملية الحديث بأن السلطة القضائية تمتلك سطوة كبيرة أو تمتلك سلطة أو إصدار قرار لحل مجلس النواب. هذا يخالف المباني الحقيقية للدستور العراقي الدام لعام 2005. استناد النص المادة 64. أو فيما يتعلق حتى بالمحكمة الاتحادية. التيار الصدري حتى عندما ذهب اليوم إلى المحكمة الاتحادية فهو لا يذهب بشكل مباشر لكي يتحدث عن حل مجلس النواب. وإنما يشكل على عملية الانسداد السياسي التي حصلت منذ تسعة كانون بالجلسة الأولى ولحد هذه اللحظة. أكثر من عشرة شهور. أكثر من ثلاثمائة يوم. ولم يكن هناك حديث عن جلسة انتخاب رئيس جمهورية. ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا. هذه كانت بعضة لسياسية. التيار الصدري ذهبه بشكوى للرئاسات الثلاثة لكي يتحدث عن خروقات دستورية وعدم الاتزام الدستور. بالطراف الثاني الأطراف السياسية الأخرى تتحدث أنها متمسكة بالدستور والمؤسسات الدستورية. وبالتأكيد هنا نتحدث إلى عودة مرة ثانية إلى الحديث عن التوازن الذي يمكن من خلاله أن يحقق أو يظهر نوع من المرونة في عملية المبادرات التي طرحت. وأعتقد أن مبادرة الحزب الديمقراطي ومع مبادرة السيدة بلاسخار قد تكون هي نقطة مفصلية في عملية تقريب وجهات النظر. وبالتأكيد هذا يفسر ذهب السيد العامري إلى السيد مسعود برزاني أو السيد مسرور برزاني. ومن ثم إلى السليمانية في إطار ترتيبات للحديث عن تقريب وجهات النظر بالطريقة التي يمكن من خلالها حل هذه الأزمة وحل الانسداد السياسي. لأن مسألة التصارع والصرع قد يؤدي بشكل كبير إلى مرتكزات وإلى مخرجات خطيرة جدا. تضرب السلم الأهلي والمجتمعي وبأمن المواطن العراقي بهذا الخصوص. نعم. أستاذ كفاح طبعا أيضا أهلا بك. استكمالا لما تفضل به الدكتور خالد. كيف تقرأ زيارة العامري للإقليم؟ ما هو السيناريو الذي يحمله زعيم الفتح لأربيل والسليمانية؟ ثم هل أن الحزب الديمقراطي الكردستاني برأيك بات في موقع أفضل الآن للتوسط وحلحلة هذه الأزمة؟ بداية أحييك زميننا العزيز وأحيي الضيفين من بغداد. الحزب الديمقراطي الكردستاني كان منذ البداية إيجابيا مع جميع الأطراف. أعتقد قنواته لم تغلق مع الإطار ومع التيار الصدري. وإن كان حليفا للتيار الصدري في إنقاذ وطن. زيارة السيد العامري أنا أعتقد بدأت باجتماعه بالسيد الحلبوسي. وربما كان لديه لا أقول ضوءا أخضرا. ولكن موافقة من كل أعمدة الإطار التنسيقي في زيارته لكردستان. ولقائه برئيس مسعود بارزاني ورئيس الحكومة مسرور بارزاني. لكن دعنا نتذكر أيضا قبل عدة تسابيع مبادرة الرئيس نيجير فان بارزاني. رئيس الأقليم حين دعا الكتل العراقية والأحزاب العراقية إلى مؤتمر هنا في أربيل. يجمع كافة القوى السياسية العراقية للذهاب. لوضع خارطة الطريق للخروج من هذا النفق. زيارة العامري إلى أربيل وإلى السليمانية. ربما يهيئ فيها زبدة سياسية لكي تبدأ مرحلة أخرى في الذهاب إلى السيد مقتدى الصدر. حاملا معه مجموعة من الأفكار. من الديمقراطي الكردستاني حليف الصدر. ومن الاتحاد الوطني حليف الإطار التنسيقي. وسبقا اجتمع مع مجموعة السيادة. بهذه الاجتماعات ربما سيذهب بمشروع مبادرة إلى سيد مقتدى الصدر. ربما لحلحلة الوضع الحالي الذي نعيشه جميعا. حالة التشنج وحالة الاستعراض القوى. واستخدام الشارع لبيان الكتلة الأكبر. بعد أن فشل البرلمان في أن يشخص الكتلة الأكبر. ذهبوا المتصارعين إلى الشارع. أنا أعتقد شخصيا كمراقب لا أشعر بخطورة هذا الصراع. أن يصل إلى حد الاحتراب. لا سامح الله. هناك واضح تعليمات مشددة من قبل قيادة التيارين. بالخيار السلمي. بالاستعراض. عضلات القوى. الاعتصام. التظاهر. وهذه جزء من اللعبة الديمقراطية. نتمنى أن لا تحصل فيها ثغرات هنا وهناك. والحوار ثم الحوار. للوصول إلى حل يشمل الجميع عملية إقصاء. أي مكون قومي. عرقي. مذهبي. ديني. أو سياسي. سندفع ثمنه جميعا. عملية الإقصاء والتهميش العراقيين. دفعوا ثمنها عبر سنوات طويلة. ولا يمكن أن نكرر عملية الإقصاء مرة أخرى لأي سبب كان. هذا البلد يجب أن يشترك الجميع في إعادة ترتيب أوضائه. وحتى تغيير شكل النظام أو تعديل الدستور. لكن ضمن أطر دستورية وقانونية. استاذ فيصل أيضا أهلا بك. وشكرا لك لوجودك معنا. يعني التير الصدري كما نتابع. يتهم القضاء بأنه جامل طرفا على حساب طرف آخر. عندما فرض ما يسمى بالثلث الضامن أو المعطل. يعني هذا الثلث عطل عمل مجلس النواب. عطل عقد جلسة لاختيار رئيس جمهورية. وما إلى ذلك. ماذا تقول؟ مساء الخير عليكم على ضيوف قناتكم الكرام. طبعا بالتأكيد اليوم الحصن الأخير أمام العراقيين. الذي يجب أن يلوذون به هو القضاء العراقي. نأمل أنه لا يمكن أن تقلل من قيمة القضاء العراقي. بحياديته وبالتزامه القانوني والدستوري. اليوم إذا اتهم القضاء العراقي بأنه هو سبب كان تعطيل العملية السياسية. أعتقد أن هذا الموضوع لم يكن دقيقا جدا. باعتبار أن كان قرار المحكمة الاتحادية. هو هذا الحقيقي الذي يسند إلى هذا الموضوع. قرار المحكمة الاتحادية بأن يكون ثلاثي أعضاء مجلس النواب. هم من يشكلون نصاب انتخاب رئيس الجمهورية. بالتأكيد هذا يتوافق مع الدستوري العراقي. باعتبار أن الجولة الأولى من الانتخابات داخل هذه الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تكون أن يحصل أحد المرشحين على ثلاثي أعضاء مجلس النواب. لكن بعد ذلك الحقيقة استمرت العملية عندما عدد من أعضاء مجلس النواب لم يحضروا هذه الجلسة. لم يتحقق النصاب. وفعلا حصل الانسداد السياسي. أعتقد أن الموضوع يعود إلى مجلس النواب نفسه. لا نحمل القضاء العراقي ما لا يتحمله. وبالتالي أعتقد أنه ليس من مصلحة أحد أن تثار مثل هذه المسألة في الوقت الحاضر. مع الاعتبار أن هناك مساعي حقيقية من أجل أن تستمر العملية السياسية. وهذه الدعوات الأخيرة من أجل تقريب وجهات النظر وإجراء الحوار. هي الطريق الحقيقي لحل هذه المسألة في الوقت الحاضر. نحن هنا نناقش آراء ومواقف الحقيقة تطرع من قبل هذه الكتل السياسية. دكتور خالد مثلا التيار الصدري اعتبر قضية الثلث الضامن. أدت إلى أن تفرض كتلة سياسية معينة موقفها على كل الكتل الأخرى. ولكن داخل قبة البرلمان. ما عطل عمل المجلس التشريعي كما يرى التيار الصدري. في حين هو يعطل كما يقول التيار الصدري. يعطل عمل البرلمان من خلال البعد الشعبي. أو أحيانا يقول أنه الثوري. كيف تعلق؟ بالتأكيد قرار المحكمة الاتحادية. قرار واضح فيما يتعلق بانتخاب الرئيس الجمهورية. عندما عادت فتح باب الترشيح للمرة الثانية. وعندما لم تستطع جلسات مجلس النواب بعد التسعة كانون. وما أثير من عملية انتخاب رئيس مجلس النواب النائبي. مشكلة ما بين القوة السياسية العراقية. ووصولا إلى حسمها. توالت بعد ذلك عملية الحديث عن طبيعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وبتنا نلاحظ الثلث الضامن أو ما يسميه بالثلث المعطل. القوة السياسية أو التحالف الثلاثي حصل مقاعد 208 مقعد. وكان يريد أن ينفتح للمستقلين. وكانت هناك مبادرات من جميع القوة السياسية في التحالف الثلاثي. ومنها سيد مؤتد الصدر تجاه المستقلين. وأيضا قوة الإطار التنسيقي ذهبت إلى المستقلين. لكن لم يكن هناك حقيقي في عملية الحديث عن الوصول إلى مرحلة لانعقاد جلسة مجلس النواب. وبالتأكيد هذا الثلث الضامن الذي سمي نفسه بثلث الضامن بعد أن سميه بالثلث المعطل لجلسات مجلس النواب بالنسبة لاختيار رئيس الانتخاب رئيس الجمهورية. ومن ثم بعد ذلك تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدلا. هذا ما جاء في قرار المحكمة الاتحادية عندما عيد فتح ترشيح لرئيس الجمهورية. بعد أن كانت هناك عدد من المرشحين بعد الجلسة الأولى بتسعة قانون من هذا العام. المشكلة أنها أصبحت مركبة. وبالتأكيد هذا الأمر تحول بشكل واضح على عدم انعقاد جلسات مجلس النواب. ولو كان هناك انعقاد لمجلس النواب على مستوى قارئ قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصيوني من ناحية. أو حتى فيما يتعلق قانون دعم الطارئ الذي شرعه البرلمان. على رغم أن المحكمة الاتحادية كان لها رؤية واضحة في عدم قدرة مجلس النواب العراقي عن تشريع مثل هذا القانون. بعد ذلك لم تستطع القوة السياسية الوصول إلى ناحية التي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. الذي دفع التيار الصدري إلى الحديث عن الانسحاب من السلطة التشريعية. ومن ثم بدأت عملية تعويض نواب الكتلة الصدرية من نواب من القوة السياسية العراقية. ووصولا إلى مرحلة انعقاد الجلسة من أجل أن يكون هناك انتخاب رئيس الجمهورية. ومن ثم تكليف مرشح الكتلة النيابية. وبعد ذلك ظهرت التظاهرات في المرحلة الأولى من التيار الصدري للبرلمان. ومن ثم المرة الثانية في البرلمان والاعتصام به. ومن ثم ظهرت تظاهرات الإطار. نحن أمام اليوم مشهد انسداد سياسي حقيقي وواضح. ليس في إطار المرحلة التي سبقت عملية انتخاب رئيس الجمهورية. ولكن نحن عندما وصلنا إلى مرحلة استعراض القوة أو النزول إلى الشارع. بالطريقة التي يمكن من خلالها أن نتحدث عن القوة ما بين التيار الصدري من ناحية وقوة. والذي يتحدث بأنه هو جزء من الشعب. وأنه لا مناص أن يشارك الجميع في مشروع الأغلبية السياسية. والطرف الآخر اللي هم الإطار التنسيقي. اللي يتحدثون دائما على الجانب الدستوري والمؤسسات الدستورية. والتكيد لا يتخذ أي قرار بمعزل على القوة السياسية. لا بالإطار التنسيقي ولا بالقوة الكردية ولا بالقوة السنية. طبيعة تغيير شكل النظام السياسي والدستور وقانون الانتخابات. هذه تدخل في إطار الشراكة أو التوافقية. نصرحنا للتعبير للوصول إلى مخرج المشهد السياسي القادم. هذا هو ما لم يحسن ما بين القوة السياسية. وعقد المشهد السياسي عراقي بعملية الاعتصامات حول منطقة الخضراء أو حول مجلس النواب. وقد يكون هناك أيضا اتجاه نحو المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء على هذا الخصوص. نعم. أستاذ كفاح نعود إلى قضية الزبدة السياسية التي يجري إعدادها أو طبخها لمخاطبة الصدر. التقارير تقول بأن سيد مقتدى الصدر وربما التيار الصدري غير مستعد للانسحاب من الشارع دون أن يحصل على ثمن سياسي. كيف يمكن لهذه الأطراف أن تقنع الصدر بهذه الخطوة حتى ينفتح المجال لعمل مجلس النواب والتداول السلمي السياسي لمخرج من هذه الأزمة؟ هل مثلا تتعهد هذه القوى بحل البرلمان بعد عقاده بإجراء انتخابات مبكرة؟ تقديم وعد للتيار الصدري بأنه بعض الرغبات التي أعلنها سيتم الأخذ بها؟ كيف يعني؟ دعنا نتفق أيضا بأن كثير من المفاجآت لم نكن نتوقعها. على سبيل المثال مثلا استقالة أعضاء التيار الصدري وانسحابهم من العملية السياسية. حتى شركائه لم يكن يتوقعون مثل هذا القرار المفاجئ. والانسحاب من البرلمان أيضا في التواجد الأول في مبنى البرلمان أيضا بعد ساعات أصدر أسيد الصدر تغريدة وسحبهم جميعا. أنا أعتقد هناك أزمة ثقة. أسيد الصدر على الأقل لا يثق بسيد نوري المالكي. ولا يثق بكثير من جماعة الإطار. ربما هناك قناة مفتوحة بينه وبين الفتح. وحصريا مع السيد هادي العامري. لكن أنا أعتقد في كل تغريداتهم والبيانات التي صدرت عنهم. كانوا يبحثون عن الضامن من هو الضامن. من يضمن بأنهم سيقومون بحل البرلمان فيما إذا سمح لهم بتشكيل حكومة. وهذه الحكومة ستطلب حل البرلمان وإجراء انتخابات. هو لا يثق بهم بالمطلق ويعتبر في جلهم فاسدون ومثال للفساد. وهذه مشكلة أنا أعتقد مشكلة معقدة. من هو الضامن؟ السؤال هنا. أنا أعتقد الإيرانيين يقع عليهم دور كبير الآن في أن يلعبوه رغم فشلهم. في معظم الدورات المكوكية التي عملوها مع الطرفين. لكن لا يزال الماسترو الرئيسي هم الإيرانيين. وهنا لا أنكر الدور الأمريكي أيضا. يعني الأمريكان أيضا لهم دور ربما لم تصلت الأضواء عليه. لكن بالتأكيد للولايات المتحدة الأمريكية أيضا اتصالاتها وقنواتها. سواء مع الإطار التنسيقي أو مع التيار الصدري ومع القوى الكردية والسنية. دعنا نتفائل للمستقبل. أعتقد هناك أكثر من باب ممكن فتحه في هذا الإنسيدات. نعم. أختم معك أستاذ فيصل وباختصار. الكتلة الصدرية قدمت شكوى جديدة هذه المرة ضد الرؤساء الثلاثة لخرقهم الدستور. يعني لا لعملية حل البرلمان. وإنما شكاوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان. كيف تتعامل المحكمة الاتحادية العليا مع شكاوى من هذا القبيل؟ إجادة سمحت. طبعا لو رجعنا إلى حلنا المواد 93 و94 التي نصت على صلاحيات المحكمة الاتحادية. نجد أنها بعيدة تماما عن حل البرلمان. لكن التيار الصدري عندما ذهب إلى المحكمة الاتحادية وفق صلاحياتها المادة 93. أحاول أن يثير مسألة مهمة. لماذا عطل البرلمان؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى تعطيل البرلمان؟ نعم إذا رجعنا إلى المادة 64 ونالك طريقيا لحل البرلمان. الأول من خلال طلب من ثلث أعضاء مجلس النواب وموافقة الأغلبية المطلقة. أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية. وأيضا الذهاب إلى الأغلبية المطلقة داخل مجلس النواب. لكن لكون مجلس النواب الآن معطل من يتحمل مسؤولية ذلك؟ لذلك المحكمة الاتحادية بإمكانها أن تدخل ضمن هذا الطريق. لتوضيح بعض الأمور التي تأدت إلى الانسداد السياسي. لكن ليس لها السلطة على إلغاء مجلس النواب. هناك مسألة مهمة إذا كان هناك وقت ممكن أن نتحدث بها. باختصار جدا. مسألة مهمة باختصار جدا. نعم المادة 64 تحدثت عن حل مجلس النواب من قبل. بطلب من رئيس مجلس الوزراء لم تحدث هل أن رئيس مجلس الوزراء هو كامل الصلاحيات أو رئيس حكومة تصريف أعمال يومية. وهذا الآن المعترض عليه. نعم ممكن أن يقدم طلب رئيس مجلس الوزراء حتى وإن كان رئيس حكومة تصريف أعمال يومية. إذن من بغداد عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية الدكتور خالد عبدالله والخبير القانوني فيصل ريكان. ومن أربيل الكاتب والباحث السياسي الزميل كفاح محمود. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم.